اشتركوا في القناة وكلال مستويين مترابطين إلى حد كبير فالحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على أسعار النفط والطاقة قد أثرت بشكل كبير على قطاع المياه ورفعت من كلفة تأمينها بنسبة متفاوتة بين البلدان وهذا ما فاقم أزمة الغداء إلى جانب تدهور إمدادات الحبوب والأسمد القادمة من منطقة التصعيد لقد شاركنا منذ عدة أسابيع في أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الخامسة حيث لمسنا بشكل واضح هذا الترابط بين الأزمات وبين القطاعات الحيوية والخدمات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لقد شاركنا منذ عدة أسابيع خلال هذا العام أيضا استضافت الشقيقة مصر قمة المناخ بنسختها السابعة والعشرين الكوب 27 حيث خصص هذا الحدث العالمي يوما كاملا لمناقشة قطاع المياه المتضرر الأول والأكبر من تغير المناخ حيث تنح مناطق شاسعة في العالم نحو التصحر وندرة المياه واستحالة الري ما يؤدي إلى تضرر الزراعة وهجرة الناس نحو المدن وتوسع أحزمة الفقر ونشوء الأزمات الاجتماعية وعدم الاستقرار السيدات والسادة لا يخفي على أحد أن عددا كبيرا من انززاعات سياسية أو المسلحة بين البلدان سببتها ندرة المياه والخلافات على تقاصم الأنهار العابرة للحدود وبلداننا العربية ليست بمنأة عن هذه الأزمات بل هي في خضمها بدءا من العراق ونهري دجلة والفرات مرورا بسوريا مع نهر الفرات أيضا ومنابع المياه في الجولان المحتل ولبنان مع نهر الوزاني ومزارع الشبعة المحتلة وأطماع العدو الإسرائيلي التاريخية بنهر الليطاني ومصر والسودان حيث أزمت سد النهضة مع أثيوبيا وصولا إلى فلسطين المحتلة والغزو الإسرائيلي اليومي للمياه وحرمان الفلسطينيين منها كلها تشكل بؤرا لعدم الاستقرار وسببا للحروب والنزاعات وحلها الوحيد الركون إلى القوانين الدولية والوحدة بين الأشقاء العرب والدعم المتبادل بعيدا عن أي تميزات قد تنشأ بين الحين والآخر الزملاء العزاء يتزامنون عقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس وزاري العربي للمياه مع يوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع إطلاق فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه تحت رعاية سيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس وحضور نائم رئيس الوزراء تحت عنوان الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام وهذا العنوان يختصر فعلا كل الأهداف والتحديات التي تواجهنا في العالم العربي فالأمن المائي العربي هو أساسي من أجل الحياة الكريمة لشعوبنا والمياه هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة واستيصال باقتصادياتنا ولا سلام بين شعوب المنطقة دون حل لقضايا المياه العابرة للحدود ودون وضع حد نهائي لأطماع الاحتلال الإسرائيلي في مياهنا السيدات والسادة يسلم لبنان اليوم رئاسة الدورة الرابعة عشر للمجلس وزاري العربي بعد تحقيق عدة خطوات باتجاه تفعيل عمل هذا المجلس ليس أقلها الانتهاء من تحضير مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات اقتصاديات المياه وهنا لا بد من شكر المملكة العربية السعودية على إعداد التصور الأول لهذا المركز الذي نأمل أن يبصر النور خلال رئاستكم لهذه الدورة ختاما أتمنى للزميل العزيز وزير الموارد في الحكومة الليبية دوما النجاح في عمله وللإخوة المشاركين التوفيق في أعمال هذه الدورة لما فيه مصلحة العالم العربي وشعوبنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر